خطف الألماني أليكزوندر زفيريف المركز الرابع من الإسباني رفايل نادال في تصنيف رابطة المحترفين لكرة المدرب في أعقاب تتويجه بدورة سنسيناتي للماسترز وحقق زفيريف لقبه الثاني في الماسترز هذا العام والخامس في مسيرته بفوزه على الروسي أندري روبليف الذي بقي سابعا ليسعد إلى المركز الرابع للمرة الأولى منذ ماي 2019 وبات على بعد مركز واحد من أفضل تصنيف له عندما احتل المركز الثالث في نوفمبر 2017 وعطفا على المستويات التي يقدمها أخيرا بعد فوزه بذهبية أولمبي توكيو سيشكل الألماني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق أواخر الشهر الحالي الخطر الأكبر على السيربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أولا الساعي للفوزي بلقبه الرابع في الجراند سلام هذا العام وتحقيق إنجاز تاريخي